هنبدأ بسم الله هنشتغل الروس بالخيط البني ده هشتغل هنعمل دايرة سحرية بلفتين هلف الخيط على سبعة مرتين بالشكل ده وهدخل إبرة من تحت الخيط وهيأخذ الخيط ده معي هرتفع سلسلة هشتغل جوا دايرة سحرية ستة حشو هنقفل الادارة السحرية الخيط الطويل ده بنشده بعد كده في خيط بيصغر معنا الخيط اللي بيصغر ده بنشد فيه للآخر وبعد كده الخيط الطويل كده الدايرة السحرية تقفلت معا هنشتغل السطر الرقم اتنين هنشتغل تزايد فيه ستة حشو بس هنعمل التزايد بطريقة مختلفة ازاي من هنا هدخل تحت الحلقة الامامية لأول غرزة هنعمل حشو تاني هدخل تحت الحلقة الامامية للغرزة تمام هنعمل حشو هعلم بالمركر في الحلقة الخلفية بعد كده هدخل من تحت الحلقتين واعمل التزايد التاني كل ده في نفس الغرزة يبقى التزايد غرزتين حشو في نفس المكان هنعمل واحدة في الحلقة الامامية والتانية بنعملها تحت الحلقتين بالزبط بالشكل ده هنشتغل السطر رقم تلاتة واحد حشو واحد تزايد من قرر الاخر السطرة هيبقى عندنا في نهاية السطر 18 غرزة حشو اول غرزة حشو هنعملها بالشكل ده هعلم بالمركر في الحلقة الخلفية تاني غرزة هنشتغل فيها تزايد بندخل تحت الحلقة الامامية للغرزة ونعمل حشو وبعد كده بندخل تحت الحلقتين ونعمل الحشو التانية بعد كده هنشتغل السطر رقم اربعة اتنين حشو واحد تزايد هنقررهم لاخر السطر هيبقى عندنا اربعة وعشرين غرزة حشو السطر اللي بعد كده هنشتغل تلاتة حشو واحد تزايد هنقررهم برضو لاخر السطر هيبقى عندنا تلاتين غرزة حشو السطر رقم ستة هنشتغل اربعة حشو واحد تزايد هنقررهم لاخر السطر هيبقى عندنا ستة تلاتين غرزة حشو الخط اللي معايا ده بابتدي اعملوا عقدة اكتر من مرة عشان ما يفوقش معايا الشكل ده. بعد ما خلصنا سطور التزايد هنشتغل بعد كده من السطر رقم سبع للسطر رقم تسع سطور ثبات على ستة و تلاتين غرزة حشو. تمام? انا هشتغل سطر الثبات ازاي هشتغل برضو سطر في الحلقة الامامية بس. يعني فوق كل غرزة حشو باشتغل غرزة حشو في الحلقة الامامية. الشكل ده. هنكمل كده لاخر السطر. هنبتدي بقى سطر رقم عشرة هنغير اللون تمام? مش هقفل الغرزة الاخر لان هبتدي اغير اللون للون الاصفر. اغيرتدي اشد الخط البني تمام? وهعمل وقته. تغيير اللون بقى بعمل ايه? هنشتغل برضو على الحلقة الامامية تمام? الخيط الاصفر معايا ده تحت الشغل. وهي اخد الخيط البني تمام? وهرجع الاف الخيط على بعضه. اعمل حرف اكس. واقفل بالخيط الاصفر. عشان تبقى الغرزة معايا من فوق باللون الاصفر بالشكل ده. الاصفر خيط اصفر معايا تحت الشغل. وباخد البني. وبالف الخيط. وبرجع ااخد الخيط الاصفر. اقفل بيه. خيط الاصفر تحت الشغل. بناخد الخيط البني. بنلف الخيط. ونرجع ناخد الخيط الاصفر. نقفل بيه الشغل. وهكمل كده لاخر السطر. اخر غرزة. تمام? هشتغلها برضو زي ما اشتغلت. خيط الاصفر تحت الشغل. البني بناخده. بنلف حرف اكس كده. وبعد كده بنرجع نقفل بلون الاصفر. اشتغل برضو السطر اللي بعد كده. السطر سبيت على 36 غرزة حشو. هياخد بس الخيط البني معايا تحت الشغل اللي اسبته. بشتغل برضو فيه الحلقة الامامية. فوق كل غرزة حشو. بشتغل قرزة حشو فيه الحلقة الامامية. وهكمل كده لاخر السطر. بالشكل ده. هتدي اعلن بالمرقر. تاني غرزة حشو. تاني غرزة حشو. تاني غرزة حشو. تلاتة. اربعة. خمسة. هنشتغل غرزة التزايد هدخل تحت الحلقة الامامية وهمل غرزة حشو. و بعد تحت الحلقتين وهعمل غرزة حشو وبعد كده هشتغل من السطر رقم 13 للسطر رقم 15 اتنين واربعين غرزة حشو بعد كده هنشتغل السطر رقم 16 ستة حشو واحدة زايد هنقررهم لاخر السطر وبعد كده من السطر رقم 17 للسطر رقم 19 سطور سبات على تمانية واربعين غرزة حشو السطر رقم 20 هنشتغل ستة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هنشتغل غرزة التناقص هندخل تحت الحلقة الامامية للغرزة دي والحلقة الامامية للغرزة التانية وبناخد الخيط وبنعمل غرزة حشو هكمل كده لاخر السطر هيبقى عنده في نهاية السطر اتنين واربعين غرزة حشو بعد كده هشتغل السطرين سبات على اتنين واربعين غرزة حشو السطر رقم 23 هنشتغل خمسة حشو واحد تناقص هقررهم لاخر السطر هيبقى عنده في نهاية السطر ستة تلاتين غرزة حشو تاني غرزة حشو تلاتة تلاتة اربعة خمسة غرزة التناقص هندخل تحت الحلقة الامامية للغرزة دي والحلقة الامامية للغرزة التانية بناخد الخيط وبنعمل غرزة حشو هشتغل كده لاخر السطر هتدي بقى احدد مكان العيون السفتي ايز اللي انا استخدمتها استخدمت ستة ميلي تركيب العيون هيبقى في السطر التلاتاشر والسطر الاربعتاشر هنعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر و هبتدي اعلم بالدبوس هعد حوالي من الاول غرزة دي خمس غرز واحد اتنين بعد كده باعلم برجع اخد الدبوس واعلم باقي ثمان غرز واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وفي التسع باعلم بالدبوس بالشكل ده السطر الرقم اربعتاشر هنسيبه هنعلم في السطر الرقم خمسة ساشر تمام بالشكل ده سبتدي بقى اجيب مقص واحاول اوسع لسفت قايز موسيقى برجع اعلم شكرا برجع اشتركوا في القناة سنجرب لسه محتاجة توسع أكثر المقص يسهل عليها جداً سنجرب العين الثانية سنقوم بأول كليبسا سنجرب عين الثانية ops�40 سيجعل السطر ٥ السطر ٢ هنشتغل 3 حشو واحد تناقص هيبقى عندنا في نهاية السطر 24 غرزة حشو السطر رقم 26 هنشتغل 2 حشو واحد تناقص هنقرر لاخر السطر هيبقى عندنا 18 غرزة حشو هشتغلهم ونرجع نكمل بعد ما خلصنا اسطر التناقص هنبتدي نعلم انطرز فوق العين انا بطلع بالضبط بدبوس فوق العين بالضبط وبعد كده بعد اربع غرز وعندي الخيط اللي مستخدمها في التطريز كوترون برلي مستخدمها على مجوث هبتدي اطلع من اول مكان للدبوس ومكان الدبوس التاني مش هدخل في نفس المكان هدخل في الغرزة اللي تحت بالضبط بالشكل ده هنبتدي نحشي فايبر هنجيب اداة الحشو والفايبر وهنبتدي نحشي روس كويس هكمل كده كده بعد ما حشينا الفايبر بعد كده نشتغل السطر اللي بعد كده واحد حشو وتناقص هنقرر لاخر السطر يبقى عندنا اتناشر غرزة حشو السطر رقم تمانية وعشرين هنشتغل تناقص في ستة حشو وبعد كده هنرجع نقفل الشغل كده انا بعد ما خلصت اسطر التناقص هبتدي اقطع الخيط كده وهيجيب ابر التنظيف هندخل بابرة التنظيف في الحلقة الامامية دي يكون اول غرزة معنا ويحط اشتركوا في القناة ندخل في ستة حلقات الامامية بالشكل ده وبعد كده بنشد الخيط تمام وندخل بالابرة ونخرج من اي مكان تاني ونقفل الخيط هبتدي انا بقى ادخل واخرج بالخيط كزا مرة عشان نسبته وبعد كده بنقص الخيط هنجيب خيط كوترنبرلي لون بامبا هعمله برضه على المجوز هبتدي اطرز الانف من تاني سطر كده من عند بداية العين بداية العين مش بداية الرمش او الحاجب بداية العين بالشكل ده هسيب غرزة تحت وبعد كده الغرزة التانية هعلم فيها كزالك برضه هسيب غرزة واعلم هيكون زي المربع كده والدابوس اللي تحت هسيب برضه مكان وهدخل في الغرزة التانية عشان اعمل حرف اكس هدخل من اقرم مكان للدابوس وهدخل من اقرم مكان للدابوس وهدخل بالقبرة هدخل من عند دابوس الاسود ده وهنطلع من عند الدابوس الابيض بالشكل ده جفر دبوس الاسود و هبتدي اخرج من أول مكان دخلت منه نضيف دبابيس هيكون الشكل النهائي لها كده هشتغل الان في الثانية بس هسيب حوالي كام آآ ست غرز واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وفي اصابة هعلم كذلك برضو من تحت هنسيب غرزة ونعلم في الثانية هنسيب غرزة من الجنب وهعلم برضو بتابوس من فوق هنسيب غرزة ونعلم ونفس اللي اشتغلنا في الجزء ده هنشتغله كده عندنا بعد ما خلصتها ده الشكل النهائي لها